كشف الناتق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجلية الوطنية في الخارج أن الجزائر هي العضو الوحيد الذي لم يبادر يوماً بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية عكس افتراءات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهي ولايته حيث جاء في ذات البيان أن الأمين العام السابق يؤكد مجدداً من خلال خرجاته الإعلامية التضليلية المدانة بأنه لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والثقة التي وضعت في شخصه وهو الذي بتصريحاته الافترائية وتصرفاته غير القانونية يتخذ مواقف تعارض كلية مبادئ وأهداف المنظمة المغاربية